بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم معنا في شواج جديد مشيواج أم شمس كنتم دائما تكونوا بأحسن حال وانتم ما تشاهدوا الفيديو اليوم اليومين ان شاء الله سنحضروا مع بعض طبق رفيسة وكيف ما طلبتم مني طريقة جد مفصلة وكذلك سر باش يجينا المرق معلك وما يجيش يعني هكاك خفيف وكذلك السر دي اللده ديالو بجميع التفاصيل فاخليكم معي الأخير الفيديو باش تشاهدوا جميع تفاصيل وكذلك ما تنسوناش من تعليقكم الرائع وتجاعتكم لينا ومشيوا مباشرة لمقادر طريقة التحذير فبالنسبة لأول مرحلة فكان ناخدوا يعني ضروري أنا ننشر منو الدجاج كان ناخد معلقة صغيرة من قاع قلوبسي بيسم طحونين معلقة كبيرة من المساخن ربع ديالتومة محكوكين كذلك جوج مكعابات ديالو الزعفراء الحور ممكن استعملوا دنيا الزعفراء الأصلي إلي كان متوفر طبيعة الحل وكان نضيف بهاد المعلقة هادي يعني ماشي معلقة كبيرة بزاف يعني غير هادي كان نعمل معلقة من اللي بزار وكذلك معلقة من الخرقوم ومعلقة من سكنجبير على ديالشكل وكان نضيف على هاد الخالط هاد الماء وانا كان نخلط باش هاد تتبيه له هادي او لهاد شرمولا كي يدوبو دوك هنا دوك توابل باش نشرملو بهم جاج ديالنا فانا مطابعة الحل هنا هنستعمل كاس ديال العنبا ديال المالي كيوزن مية وستين جرام ما عادي وبنسبة للجاج دراني مطابعة الحل غسلته من قبل يعني مزيان بالملحة وكذلك شلته مزيان وعودته بالحامض وكان خليه يعني كان نعود نشلله وكان خليه يستقطر مزيان حتى كيتنشف ضروري ان الدجاج ميكونش يعني جديد كيتاخدوه كيتشرملوه بالاحسن خاصو يتنشف من المالي قصلته به سافي هنا كان نبدأ ناخد جاج ديالنا وكان نشرملوه من زيان بها تشرموه هادي من الداخله من بره ما بين الجلده واللحيمة وبني كان نكمل فكان عملوه في ايناء كان نغطى عليه وكان نحطوه في تلاجة ضروري تغطيو عليه وحطوه في تلاجة إلا كنتوا يعني كنتوا ما عندكمش الوقت ممكن يعني يعني كنتوا ما عندكمش الوقت ممكن يعني ذي راكت تشرملوه الصباح بكري خلي واحد ساعة تشرمل ماشي مشكلة غير في المطبخ انا غنخلي هنا ليلة كاملة كذلك اخديت كاس من العدس نقيته مزيلا من الشوائب وغسلته ورقدته في الماء عادي كذلك 4 كاس من الحلبة نقيتها وغسلتها مزيلا وغنرقدها في الماء عادي وغنغطي عليهم ونحطوهم في المطبخ في الغد فاخديت تنجرة فاش غادي نطيب هاد رفيسة كنوضع فيها حبة واحدة من الباصل اللي كتكون مشلدة وهدا هو السير باش كيجينا لدك المارق معلك وكيجي لديد لان هاد بسلام شلدرة ما كتبقاش تبين ابدا كتدوب نهائيا مباشرة كنوضع فوق من هادك الدجاج اللي اللي رقدنا بالليل كيما شتو فوق منها يعني ما مش حرت ما والو عادي ديك الساعة كنناخد هادك الإناء اللي بقالنا فيه داك داك المارق اللي ينزل او ديك شرمول اللي نزلات من الدجاج كنضيف علاجوش كيسان ديال الماء وكان عاود نضيفها على داك داك اللي تنجرة على هاد الشكل كنخلي شوية تقريبا واحد نص كاس كنخلي علاجوش من هاد شرمولا كنخلي علاجوش ديالي ما كنضيفش ابدا زيت يعني كنخلي هكاك يتلقي لما بعد دياله ومن جيهة اخرى فكنا ناخد ثلاثة ديال الحبات تلبصلة كبارين فشلد دهم هكاك تشلدها تكون رقيقة ما تغلضوش بزيف باش باش بغيض غيض 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 معاكم في الطياب هاد شكل وغادي نضيف علاجوش كنص كاس لي بقى ديال ديال ديك شرمولا وغادي نضيف علاجوش كذلك واحد المعلقة مخلطة ما بين قاع قلة وبسيبيسة ومساخن معلقة كبيرة باش هاد البصلتها هي كتب بالمعنى وكتجي رائع فبحل هاد الشكل وغادي نخلط البصلة ديالي مزيان كيما كتلكم معلقة ما بين قاع قلة وبسيبيسة ومساخن فالاخوات لي ما كنينيش في المغرب وما ما نحن ما كيتوفرش على تقاع قلة وبسيبيسة ومساخن فعوضوهم بتوابل كاري لان توابل كاري فيهم الحلبة فيهم يعني توابل لشبيها يعني جاية شوية لهذا المساخن وكي يجيبها كذلك رائع هاد هاد رفيسة هادي كما شتمعي هنا فبقي ما ضفتش الزيت على الدجاج فما بعد ما حليت عليه عوض قلبته في حال هاكا يعني تشحر الدجاج ديالنا هنتوما ذا لذيك البصلة رام نمي بقيش الكاتبن أبدا فهنا غنقلب عوثاني الدجاج ديالنا المرة الثانية غنقلبه في حال هكا على العضيم ديالوا في حال هات شكل في حال هكا وذبا غادي نبدو ننضيفه باقي المكونات غادي نضيف هنا البصلة لي عودينا تببلناها لمقدع جواني حال هات شكل هذا نضغط نباتي وزيت الزيتون نضغط نباتي وزيت الزيتون نضغط نباتي وزيت نباتي نضغط نباتي وزيت الزيتون سوف نضع كموسات التومة 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 كذلك بالنسبة للحلبة كنصفيها ونضيف عليها من المرق وشوية من المال عادي وكنعملهم علاجين بيطيبو على خطرهم ما نجهدوش عليهم النار باش كي يطيبو وبهالطريقة لانا نرقدناهم راد غياد غياء كي يطيبو غير هو غطيو عليهم فهنا يالتنجرة ديالي تطيب الجيش ديالنا فهنا مني كنحل عليه كنلقى ان الجيش ديالنا راه طاب وكذلك دوك الرويسات ديال التومة وغادي نزول كذلك الدجاج بحال هات الشكل هادا باش نخليو البصيلة ديالنا يعني تتعلق وكذلك المرق كنعمل دوك الدجاج ديالنا كما لاحتونا هنستعملت او لعملت دجاجة ونص هادي نعملو هاكا في شي اه في شي طاوة دجاج ديالنا مطابعية الحال غا نزله في شي طاوة ونحاولو نزولو منو ذيك البصيلة فاللي بغا يعني البصيلة تكون كثيرة في الرفيسة فممكن تمشيو حتى الخمسة ديال البصيلة فانا صراحة هاد الكيميا كتجيني هي هادك باش ماشي يعني تكون البصيلة كثيرة بلا قياس فيه كيبقى ديالك شي دائما على حسب الضوك وكيبقى ادواق هنا كيما جتوا معي زولة الدجاج البصيلة ديالي ره باقش هده فرصة شوية غادي ندهن هادك الدجاج بسمن على هاد الشكل هاده وحده سخون باش يشد فيه داك السمن وغادي نحطو علاجين حتى نبين نقدم وغا ندخلو الفران باش يتحمر اه كان الفران دا داروري يكون سخون قبل مزيان كان دخليه دجاج يلي وكان خليه يتحمر ولمريقة ديالنا ولا داك تنجرات ديالنا را عملنا عوتاني فوق النار فبالنسبة لدجاج وهاد الشيره خدمته فنار متوسطة كنخلي داك تنجرات كذلك كتغلي حتى كتبالي ايه ان هادك البصيلارة ها يعني اه تبالت وفي ديك ساعة كنصفي فوق منها الماء ديال 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 الماء ديال الحلبة اللي طابت فيه وكذلك الماء ديال العدس اللي طاب فيه كل شي كنصفي فوق من داك الماراق بحالي عدي شكل هاكا فاللي ما كي بغيش هاد طريقة ممكن تخليه علاجين بكامل انا صراحة يعني باش نبقى محافظة على ذاك اللدة الاصلية ديال 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 الرفيصافة ضروري ذاك الماراق ديال الحلبة وكذلك الماراق ديال العدس كان عملو بهتطريقة كان صفي لان امها تنجرات ديك الساعة كانوا تعملو انا الام ديالي كانت تدير كميميسات كميميسة فيها الحلبة وكميميسة فيها العدس وتطيبهم مع الماراق فكالقاوا أن العدس بوحده ولكن ضروري يطلق ذاك البنة دياله في الماراق ديالنا وبذيك الطريقة فما كيكونش حتى الماراق حل أو لا يكونش الماراق لونه شوية مغلوق لأننا مرقدين العدس قبل هو اللي كل حل بالنسبة لطريقة تقديم فكما اشتوا معايا الرفيسة أو المسمنت الرفيسة عملتوا معاكم من قبل فهنا عود هكا بخرته كما راحبتوا معايا كما تلاحظوا معايا ما كيكونش مزيد أبدا وذيك الماراق كذلك كتولي خاطرة وغزالة والديدة يعني تكلغي بوحدها فكنسقي النصف الأولاني على هات الشكل هذا وكنعمل ذيك البصيلة هكا فوق منه باش تكون البصيلة موزعة هكا لداخل هديه الطريقة اللي كنعمل وكنعاود نجيب النصف الثاني ديال المسمن طبيعي حالك كذلك كذلك نبخر باش يكون سخون وكيكون طيب مزيان وما تخاف منه نتاشي حاجة يعني ما كيضر محتاشي حاجة لانه طيب من دكشة رفع وما فيش ابدا نزيت وانحط لكم رابط ديال طريقة دياله انها جد سهلة وخل مبتدي اتتحت لها فيديو فكننا اخدوه كذلك نعاودو نسقيه تاني ونعاودو نحطوه شوية البصيلة هكا من الفوق ونسقيه مزيان يعني را كيعطينا يعني ما را قتبارك الله كتير وكذلك كتكون وخامع لك وكذلك كيكون البصيلة يعني هي هديك اللي عملنا التحت كل شي كيلقى البصيلة هكا كمعلك وزوين كنجيب الدجاج اللي حمرنا في الفران كيما كتشاهدو اللون ديل وكي يجي غزال ورائع بزف وما كي يجيش ناشف ابدا من الداخل غير وما تخليوش في الفران بزف دروري يكون الفران سخول مزيان باش غريد دخلوه مدة ديال عشرات دقائق كنخرجوه كنلقا على هاد الشكل وغادي نزينو بهذاك العدس اللي بقا كيما كتشوفو كل حبة معزول على اختها ما كي تعجن العدس ديالنا متاشي حاجة بطريقة اللي عملنا له وكي يجي لديد بزف كذلك فممكن اللي كتبغي التوابل كتار فيه يعني ممكن فاش تبغيو الطيب والعدس مع كذلك الحلبة فممكن تضيفو فيهم كذلك هما التوابل غيرانا صراحة ما كان حميك يحتاج لانه المراق فيه التوابل وباش ما يجيش تاني رفيس كلها توابل ما تبغيين يحتاج حاجة فغادي نزين كذلك ببيض سمان اللي عملت وحيدات بالبافو ووحيدات عملناهم بحب برشاد على هاد الشكل وديك الحلبة فعملناها اللي بقات لي صفينا عملناها هكا في هكا في زليفات صغير ورين وغا نعملو كذلك البيض العادي اللي عملنا على شكل ها كم سنن وغا نزين بهذاك تمر اللي عملت معاكم من قبل فزراحة ما يخطانيش زوين بزف لالوليدات للضيف فغادي نزين به على هاد الشكل هادا ممكن نزينه بطمر العادي معمر باللوز وتهدا يعني را تمر باللوز وكيجي طبق ديان على هاد الشكل هادا كيجي لدي بزاف وهو يعني طبق اللي كيجي بغيف هادلوقيته اللي هو شتوا والبرد يتجمع عليه العائلة وكذلك شحاجة سخونة كانتمنى ان شاء الله نكون يعني فدكم فهاد الفيديو وكانشكركم على حسن المتابعة كانت معاكم ام شمس وما توفيقيا الا بالله عليه توكلت وإليه اونيب